تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد اليوم بدنا نتكلم عن قضية أعتقد بتهم كل مشجع باليوفي بيرلو شو اللي عم بصير معه وهل حان وقت رحيله ولا لا؟ خلوني أحكي أنا مشجع لليوفي وخليني أحكي مشكلتين عندي مع بيرلو تخليني أقول دعني هذا الموسم كان وكانت إياد بس بنفس الوقت هنحكي بالزاوية الثانية زاوية هل حان وقت رحيل ولا لا؟ المشكلة الأولى عند بيرلو أنه الرجل كثير بيغير كثير بيغير مش بس خطة يعني ما منتكلم أنه مرة منشوف 4-4-2 بعدين منلقاه برجع 5-3-2 بعدين منلقاه برجع 4-3-3 لا لا ما منتكلم عن التغيير هذا الكثير كمان النهج تاع الفريق وأسماء الفريق عم تتغير في كثير مباراة منحس الفريق بس بدي لعب أطراف وفي مباراة فجأة بتلقى الفريق مركز ومتنح على العمق هذا جزء جزء الثاني أي فريق في العالم عنده لعبين 3-4 لما يكونوا موجودين أنت بتكون شاعر بالأمان عارف أنه هذولا عمود الفقري تاع الخطة يعني ريال مدريد لو شو ما لعب مباريات كبيرة وشو ما كان الشكل دائما في عنا كروس ومودريش وكاسي ميرو خلص هذا المثلث اللي لما يشوفوا جمهور مدريد بيقولك احنا مرتحين حتى الآن بيرلو ما يقدر يخلق هذا العمود الفقري تاع الفريق ممكن البعض يقول للإصابات والغيابات بس حتى لما يكون الفريق موجود ما في هذا العمود اللي نجي نقول خلص ثنائية فلان بخط الدفاع دي لخت والله هي وكلينة والذي لخت وبونوتشي نقول خلص هذا التمام لا ما فيه حتى بالهجوم حتى بالوسط ما يقدر اليوفي حتى الآن يخلق الثنائية أو الثلاثية أو اللاعبين اللي هم المجموعة هاي لما تحسها موجودة بتقول أفكار المدربة هتنجح طبعا إضافة أنه أسلوب اللعب عم بيتغير كتير هدي مشكلة كبيرة بيعاني منها داما المدربين الجداد أرتدت عاني منها حتى إحنا لما ينزل سيدي جديد بلايستاشن ببلش نلعب أولها منظرنا نغير خطط هذا الزاوية الأولى الزاوية الثانية عندي أخطر من الأولى فيه مشكلة مع بير له عم بتصير باليوفي ذهنية جدا 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 ولما أحكي ذهنية معناها أنه اليوفي هذا الفريق سهل يخاف سهل تفلت منه الأمور سهل يفقد السيطرة هذا واضح وشي تاني بالناحية الذهنية أيضا أنه الفريق ما فيه روح فريق ما عم نشعر بأي لحظة من اللحظات أنه فيه فريق أنه فيه فريق عم بيقاتل مع بعضه ميلان ربما أقل جودة كلاعبين بتشعر فيه فريق الانتر متباسك جدا مع كونتي فيه فريق بيقاتل مع بعضه اليوفي بتحسوا أفراد ومتفكك جدا حتى الآن وهذا شغل مدرب شغل الناحية الذهنية المدرب فهذول المشكلتين مستحيل تشوف محهم استقرار نتائج مستحيل ممكن تسفوز تسع مباريات وترجع تنهار مستحيل هذا الأول هل بيروا لازم يضلوا ولا لا بناء على اللي شفناه لا واضح لا بناء على اللي ممكن نشوفه الله أحلم لأنه هذه هي المشكلة في المدربين الاجتاد ممكن كل اللي لازمهم موسم والتاني يتعلم من أخطاءه وصير ممتاز وما بدنا ننسى أنه أنشنتي أقيل باليوفي وما حقق نجحات ولما رعى ميلان صار اسم وجاب دور الأبطال وماشاء الله عنه فبعض الأحيان المدربين اللي لسه بدنهم يتعلموا أول بأول برتكبوا أخطاء وهفوات وهذا الفرق يعني هذه مشكلة أنه يجيب مدرب جديد مش الكل حيزبط معه جوارديولا ولا الكل حيزبط معه زيدان هذه حالات خاصة بلاعبين خاصين جدا 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 يعني بنتكلم جوارديولا نعم مدرب عبقري وممتاز أو زيدان مدرب ناجح بس بنفس الوقت لتنين امتلكوا في البدايات فريق خارق كأفراد يعني بنتكلم رونالدو مودريتش كروس مراموس لعيب كبار مارسلو فريق قوي ونفس الشي بنتكلم عن برشلون امتلك تشابي انيستا اللي بيجيبوا كأس عالم ومتلك ألفس وامتلك ميسي يعني هذور ساعدوا المدرب الجديد أصلا أولا على أنه ما يغيرش أفكاره وثانيا على أنه يلقى العمود الفقري لأنه مهم اللي احنا فرضين نفسنا ما في عند بيرلو هذي الجودي وهذه مشكلة المدرب اللي قليل الخبرة لما ما تكون عنده جودي حاسمة لو أنا ما كان إدارة اليوفي صراحة بقود مع نفسي وبقود مع بيرلو وأشوفه فهم أخطاءه ولا لا وبنفس الوقت إذا بيضل بيرلو ما هيكفي هل نتكلم عن اليوفي ظهيره الأيمن وظهيره الأيسر عاديين يعني كوادرادو مش ظهيره من لعبه ظهير وساندروم نعرف مستوى وخط وسطه ما فيهم واحد يضبط مباراة ويفوز فيها فأنت لا عندك لا وسط فائز ولا طرفين فائزات كيف تكفوز كيف تكتمل كيف تجيب نتائج بدك صفقتين ثلاثة لازم تكون صفقات جودة مش صفقات عدد بالصفة الجاي سواء جبيرل أو أليقري أو مين مكان محتاجها دول اللاعبين عشان الفوز يعني الفترة هاي خلتنا نشوك بكل لعبين اليوبي الجميع أصبح يشكك بكل اللعبة من الحارس للمهاجم وهذا دليل المشكلة في الفن وهذا دليل المشكلة مشكلة مدرب لما نصير نشوك بكل الناس ما فيهم كريستيان رونالدو هذي وجهتنا ضريبا القصة اللي بتصير مع اليوبي حاليا كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروا يتساعدونا بترك اللايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى